هو ده يا جماعة شكر الفستان الخروج بطريقة سهلة وبسيطة نفس الصورة نفس كل حاجة بالصبع هنبتدي نعمل بتصميم ده بطريقة جميلة قوي اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق الاشتراك في القناة واللهما صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا الحمدين وعلى علي walsahhabihi wassalam دلوقتي حالا السلام عليكم وبركاته واللهما صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا الحمدين وعلى عليه walsahhabihi wassalam النهاردة هنبدأ مع بعض الفستان خروج بطريقة سهلة قوي قوي بسيطة بالكل بتاع البيبي. كل بيبي بطريقة جميلة جدا. اهم حاجة بس اللايك والتعليق والاشتراك. ويلا بنا نبتدي. اول حاجة معنا البطرون الاساسي يا جماعة. زي ما انت شايفة كده البطرون الاساسي هنبتدي نقصه. واحدة واحدة خالص من غير اي حاجة. ومعملناش في اي تعديلات خالص. هنبتدي نقص البطرون الاساسي. وبعد كده. هنبتدي واحدة واحدة بس كده. علشان خاطر ايه الناس اللي قلت لي يا مارين. بلاش موسيقى. فعلا هنلغي الموسيقى. وهنبتدي ان احنا نرجع بالشرح واحدة واحدة. هنبتدي لوقتي نقص. تمام كده. وبعد ما نقص كده واحدة واحدة بصي بقى. هنبتدي نقص حردة الرابة الامامية. البطرون الاساسي يا جماعة الناس الجديدة. اللي اول مرة تشوفني هتلاقيه موجود في القناة. في كورس كامل موجود في القناة. موجود في القوام التشغيلة هتلاقي كورس كامل. آآ يعني تصميمات جميلة جدا. وازا يتعمل البطرون الاساسي وازا يتعملي منه كمان تصميمات. هنبتدي بعد كده نفتح الامام زي ما انتي شايفة كده. وهنبتدي بعد كده نخيطه تاني في الخلف. طب ليه عملت كده عشان اركب المرض الموجود في التصميم او في ستم بتاعنا. تمام? وبعدين يا جماعة نبتدي نقفل كده برضو التصميم هو كده تاني واحدة واحدة. من الخلف مع الامام تانية هو بصوا بنفس الطريقة. وبعدين هنبتدي نجيب بقى الورقة التانية ديت عشان نعبد منها المرض بتاعنا اللي هيبقى للامام كله. تمام? هنعمل مثل مرض الاول. مرض خارجي هو. وهنبتدي نتني الورقة كده واحدة واحدة وهنعملها. تمام كده اهو. ايما حاجة بس حتي اللايك حتي اللايك ما تنسيش اللايك عشان هاضر الفيديو دا يطلع الناس كتير وتشوفو. ويعني الناس كتير هتتخد منه. لايك بس وتعليق. يا جماعة. اللايك مهم جدا يا جماعة عشان يجنس كتير هتشوف الفيديو دا وتستفد منه. وطبعا في تسممات انا لسه حطاها آآ في استطلاعات الرأي يا ريتو شو فيها وتختاري منها وان شاء الله هننفزها النهاردة. كلها هتتنفز النهاردة على فكرة. بس هتتنفز بالاولوية. يعني اكتر واحد جايب هو اللي هتنفز. تمام? هنبتدي نخياطه بقى كده المرض ده. وبعدين نبتدي نقص زيادة ونبتدي نعمل مرض اللي من لاحية التانية برضو زيه. وهنبتدي نخياطه. زي ما انت شايفة كده اهو. بس يا جماعة هنبتدي نعمل كده كده ونخياطه كده واحدة واحدة. طبعا هنا اتخيط بس جنب واحد فهنبتدي نخيط الجنب التاني برضو. عشان نبقى عملنا الجنبين. تمام? من المرض. اهو. نحاول بس عشان نوره لك. شايفة ازاي? وبعدين هنقص بقى الزيادة دي كلها كده. وبعدين هنبتدي ان احنا نعمل مكان الزراير بتاعتنا او نحط مكان الزراير بتاعتنا. طبعا الزراير زي ما قلتها لك جبناها عن طريق دابابيس الموجودة بتاعت المكتب دي. اه دابابيس المكتب دي هنبتدي ان احنا نحطها كزي الزراير. تمام? عشان خادر بس عليك الشكل يبقى اعمل ازاي? شكلها برضو هيبقى حلو ومناسب قوي. بس بعد كده عشالها ان انا فيه تعديلات عايز اعملها في البطولة ان اساسي فهلازم نتشيلها. تمام? بصي ان راس بوليكي بس الشكل بتاع المرض هيبقى اعمل ازاي? اهو. تمام? بصي شكلها يبقى جميل قوي. اللايك بس يا جماعة. اللايك والتعليق عشان او اللايك بس عشان خاطر اللايك ده مهم جدا. الناس كتير هتشوفه التصميم ده. وتبتدي تعمله. اهي دي يا جماعة الزراير اهي خمس زراير بالزبط. بصوا بعد الوقت هنبتدي نركن دي على جنب كده. وهنبتدي نعمل الكل بتاع البيبي اللي احنا اتفقنا عليه. هنبتدي نعمل الكل بتاع البيبي اللي اتفقنا عليه. بس عشان نعمله لازم نرسم مش البطرول الاساسي كله. لأ هنرسم بس الجزئية اللي من فوق بتاعة البطرول الاساسي اللي هو الكتف وحردة الرقبة. كتف وحردة الرقبة. هنبتدي نعمله. الاول نحط كده دوران اكبر حجم اللي هو السدر وبعدين هنبتدي ننزل حردة الرقبة الامامية فقط. مش عايزين الخلفية. وبعدين هنبتدي نعمل عرض الرقبة وبعدين نبتدي نعمل حردة الرقبة. وبعدين هنبتدي نعمل بقى الكتف بتاعنا. اهنا نبتدي ننزل واحد سنتي ميلان الكتف وبعدين نعمل بقى ايه? طول الكتف ستة سنتي. وبعدين نعمل بقى التعديل بتاعنا. تمام? كده خلاص كده. احنا كده لحد كده احنا عايزين بس يبقى كده. تمام? وبعدين هنبتدي بقى نيجي من عند الكتف كده ونقسمه النصين. ونبقى عارض كده من هنا. تمام? بص يا جماعة هتعرضي الكتف كده تلاتة سنتي. وهبتدي انزل برضو عرض الحاردة بتاعتي اللي موجودة من تحت دي برضو تبقى زياها ايه تلاتة سنتي. بس انا خليتها اتنس سنتي عشان اوليك ايه مسافتها لما تبقى صغيرة. وبعدين بتبتدي تعملي نفس الحكاية كده او نص الدايرة دي كده. طبعا في اتجاه مقفول. ما تبقاش في اتجاه مفتوح. تمام? وبعدين بتفتحي كده الورقة شوية. انا فتحتها عشان اوريها لك. يعني انا شغلي اصلا اوريها لك. وببتدي ان انا حاول اقفلها. فهم ان انا زودها واحد زنتي زيادة بحيس ان هي كمان تاخد المرد معي. يعني الداري المرد كمان معيها. تمام? وهيبتدي ان احنا نوصلها كده. هيبتدي يا جماعة ان احنا نوصلها بقى كده ونبتدي نقص واحدة واحدة. هنقص واحدة واحدة كده زي ما انت شايفها. تمام? وهنقص برضو من اتجاه التاني واحدة واحدة. وطبعا دي بتتركب في الحردة بتاعت الرقبة وبتبتدي ان انت تقري بيها وبتبقى شكلها جميل قوي. هنجيبها ان شاء الله برضو على القماش ازاي تعمليها على القماش بتريها جميلة برضو حلوة سعب. اهو ده الشكلة يا جماعة وهي مقفول هنبتدي نفتحها بقى خلاص. تمام كده? هنبتدي نفتحها وهنبتدي نركب الاولانية من هنا. اللي هيا المفروب بتبقى كده اهي. تمام? طبعا هنا الزيادة هنبتدي نركب من اول الكتف بقى بتاعنا عشان خاطر احنا ايه في زيادة عندنا من قدام. فاحنا هنبتدي نركب الكتف بس. تمام? وهنبتدي نركب كده الكتف واحدة واحدة اهي. شايفة ازاي? اهي. وبعد هنا تنين نركب كده واحدة واحدة. هشيل بس الزيادة دي بحيس ان ايه ما تبقاش مدارية قوي على المرض احنا عايزينا ايه? تبقى مزبوطة. ما تبقاش مدارية قوي على المرض. فاهماني اهو. اهي كده وركبت الاولانية. وهركب التانية. تمام? انا عند الكتف يا جماعة دي الميزة اللي هتميزها لك الكتف. تمام? وبعد هنا هبتدي كده واحدة واحدة. شايفة ازاي? وطبعا بعد كده هتبتدي ان انتي ايه تقصي بقى الزيادة من هنا. تمام? وبعد ما عملنا كده بعد تصميم كده خلاص اشيلت الدهبيس اهو لان هي اصلا مش هتنفع معي وانا بعمل التعديلات دي كلها. فكان لازم ان انا اشيلها. تمام? اهي. ثانية واحدة بس اشيلها لك كلها ووريها لك. برضو من غيرها عادي. بصو الشكلها يبقى يارضو جميل جدا واهم حاجة بس اللايك الجامل والتعليل اجمل اشتراك في القناة. وان شاء الله يكون التصميم سهل وبسيط وعاجبك. اهم حاجة بس انك تتفرجي واحدة واحدة. عشان خطر تعملي الفستان هو هو نفس الصور. تمام? وقدينا كده عملنا يا جماعة الكل بتاع البيبي. بتارية جميلة وسهلة وبسيطة. كل البيبي دي ممكن تستخدمها في التصميمات الكبيرة. فده تصميم كبير مش تصميم اطفالي اصلا. تمام? ده تصميم حريمي. نلكن بقى كده اللابلوزة بتاعتنا دي على جنبه. نبتدي نعمل باقي الفستان بتاعنا واللي هو الجيبة. الجيبة هتبقى بكلونات يا جماعة. كلونات يعني كسرات مقابلة بعضها. نبتدي نعمل اول كسرة كبيرة. وهنخلي الكسرة التانية تبقى في وشها الناحية التانية عشان يديني الشكل بتاع الصورة بالزبط. تمام? وهنبتدي كده نقفل برضو على بعضها كده. اهي. شايفة ازاي? وبعدين بعد ما نبتدي نقفل على بعضه. هيبقى في نفس الصورة كده. بص زي ما انت شايفة. هنعمل برضو الناحية تانية كلونات كده برضو. وهنبتدي برضو ان احنا نعمل اتجاه التاني برضو اهي. هتشوفيها. وبكده يا جماعة انا عملت كده كلوناتين بصي او كسرتين مقابلة لبعضها. تمام? اهي. شايفة ازاي? طيب بعد كده هنشوف بس مسافة الوسط وهي مسافة الوسط مزبوطة خلاص. تمام? وبعدين كده هنبتدي ان احنا انخياطها. انخياطها طبعا بالاتجاه اللي احنا عايزينها تظهر فيه. فانا عايزها تظهر وهي ازاي كانها موجودة بالزبط في الصورة. او نفس شكل الصورة. تمام? بس هبتدي هفل الاول بلوزة من الامام عشان خطر اعرف اركب لها الجيبة دي. تمام? اهي. شايفة ازاي? وبعدين هنبتدي نركبها بقى واحدة واحدة كده. بصوا. هنبتدي نقفل بقى الجيبة مع الفستان. شايفة ازاي? اهي. وده الشكل النهائي يا جماعة للجيبة والفستان. طبعا هنا بقى فيه نقطة. هنا انا عايزها هي تتقفل من فوق عشان تبقى نفس المستوى بتاعي. بصوا الشكل ده جماعة. وده الشكل الموجود في الصورة. هو ده الشكل الموجود في الصورة. لما تيجي تلبسي طبعا هيبن اكتر الشكل ده. هنبتدي نقفل الجزئية الموجودة من فوق دي عشان خطر تبقى نفس المستوى بتاع اللياءة بالزبط او الكل بتاعنا بالزبط زي ما انت شايفة كده. تمام كده ايه بصي وعن نبتدي نقفلها. اجيب بس الدابيس وقفلها بصي. كده اقفلناها يا جماعة وادي الشكل النهائي للفستان يا رب يكون تصميم سهل وبسيط واعجبك. اهم حاجة بس اللايكة الجامعة والتعليق على اشتراك في القناة والله وما صلى الله عليه السلام بارك على سيدنا احمد انه وعليه وصحبه وسلم. كل سنتو طيبين يا اكبر جمهور في الدنيا. يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وبحلو كده. ما يكونش باي صعوبات. لايك وتعليق واشتراك. كل سنتو طيبين بس اهم حاجة اللايك عشان اخطى الناس كتير تستفادن من الفيديو ده. وقولولي في التعليقات عايزين مقاسات كام في التعليقات الموجودة. وانا ان شاء الله هامل مقاسات في التصميم الجديد.